مجلس النواب ويسهم في إحقاق تنمية مستدامة عادلة في خضم مقايضة الأفكار وتبادلها التي شهدتها سطوره النهضوية وفي طبيعة المحطات التنفيذية التي تريث عندها وعبر المراحل التي مر فيها برنامج عمل الحكومة جاءت اللحظة المنتظرة في الموافقة على جميع بنوده وأولوياته التي لم تخرج عن دائرة تعزيز الثوابت الأساسية للدولة وللمجتمع ولم تخفل عن الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية مركزة في الوقت عينه على ضرورة تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة البرنامج كان كامل متكامل في كل الأوجه حاولنا قدر المستطاع أن نضع المواطن أولى الأولويات في هذا الجانب إضافة إلى ذلك الحفاظ على مكتسباته الحفاظ على ما يطرح فيه حاولنا قدر المستطاع في تحسين مستوى المعيشة وضعه من ضمن البرنامج بحرنة الوظائف حاولنا قدر المستطاع ولكن الحمد لله حصل الموافقة استفسارات وآراء أوردها أعضاء المجلس النيابي بصيغة الطالب للكشف عن بعض الإضاحات حول البرنامج ومداخلات أجابت عن المقصود تبيانه جاد بها أعضاء الفريق الحكومي الذي حضر تفعيلا لروح التعاون القائم بين السلطتين التلفذية والتشريعية ركز كثيرا النواب على مسائل أساسية هم المواطن والمواطن خاصة ما تعلق بالمكتسبات المواطنين في الأسكان هناك 25 ألف وحدة سكنية تم التأكيد على بنائها خلال الأربع سنوات القادمة وعلى مراحل سنوية وأيضا هناك التأكيد على تعزيز الخدمات التعليمية والصحية وكل الخدمات التي تقدمها الدولة ولهم من ذلك أيضا التأكيد على حقوق مكتسبات المتقاعدين وعدم المساس بهذه الحقوق وكذلك أيضا التأكيد على عدم المساس به أو على الأقل عدم تغيير الواقع الحالي إلا إذا كان إلى الأفضل بالنسبة لما تعلق بحقوق المواطنين وعدم فرض رائب جديد ملخص وموجز وافن تضمنه برنامج عمل الحكومة والمتعلق بجملة من الأولويات والسياسات والمبادرات المراد تحقيقها في الأعوام الأربعة المقبلة توافق في الرؤى الوطنية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من أهداف وأولويات جاءت بضمانات مطلقة لإحداث إصلاحات اقتصادية ترى في ظاهرها وفي باطنها ملامح قيام التنمية المنشودة ولا تغيب فيها جزئية الاستثمار بالمواطن البحريني كشريك أساسي في بنائها لتلفزيون البحرين محمد رشدات